وينضم إلينا من لندن تورغوت أوغلو المحلل السياسي التركي سيد أوغلو هذا التحقيق من قبل المكتب المدعي العام إلى أي حد يتماشى مع فكرة أردوغان من أن ما تتعرض له تركيا هو حرب اقتصادية وسؤال الأخر لماذا يصر أصلا الرئيس التركي على تسمية ما يحدث بأنه حرب اقتصادية متعمدة نعم أولا أنا أتكلم في كلمة أردوغان قبل الانتخابات ماذا يقول أردوغان لو إحنا سننجح في الانتخابات آخر الانتخابات إنحيار دولار مش ليرة لكن بعد شهر إنحيار ليرة أمام الدولار وأزمة شديد لكن أردوغان أمس كان يتكلم في حربية الاقتصادية في العالم خاصة أمريكا بدأت اقتصاد الحرب إلى تركيا ضد تركيا هذا كلام طبعا كلام فاضي لأن في آخر ستة سنين في أردوغان يتغير نزامه وهي هنا رشفة كثير في الداخل تركيا خاصة بالوزراء والمستثمرين لا يوجد في المستثمرين في الداخل تركيا الوقت في المباني والأقارات بس المباني والأقارات الرجل العمل مع الأردوغان وعندهم فلوس في الخارج مش داخل تركيا لو هم أردوغان وحزب الأدالة والتنمية والرقال العمل حزب الأدالة والتنمية يحبهم تركيا ممكن يجيب فلوس في الداخل تركيا عندهم فلوس كثير لكن مش داخل تركيا في الخارج سيد أغلو فهمت من كلامك أنه سياسات أردوغان هي نفسها المسؤولة عن سقوط الليرة المفاجئ سياساته الخارجية بشكل واضح يعني ما هو موقفه الآن أمام الشارع التركي وأمام مؤيديه الذي خرج عليهم في برنامجه الانتخابي من أنه هو الراعي الأساسي للاقتصاد التركي نعم في الوجهتين في الأنساء الحزب العدالة تنمية هم مع الأردوان حتى ماذا يقول لو ليرا دمال دولار 20 ليرا ليست مشكلة لكن المعارض يعني 50% تقريبا المعارض ماذا يقول لازم أنتم ترجعوا للعصلي يعني النزام الجديد النزام الأردوان ليوجد نزام هنا المعارض ماذا يقول لازم تخذ قرار بالاقتصادية وبالأكنامية لكن أردوان لا يخذ قرار أي شيء قرار أهم شيء أسباب واحد يعني أهم الأسباب في هنا المهم أردوان يقارب دقتطورية تركيا كل يوم يوم في يوم ينزل إلى الأزمة اقتصادية يعني نقطة مهم جدا دلوقتي الكوادير في الداخل تركيا ربعمائة وخمسين ألف شخص فصل من الدولة ومنهم مئة وستعمل ألف شخص من السجد سيد أغلو يعني دعنا فقط ننوه لهذا العاجل بما أنه يمس ما نقوله بشكل مباشر من أن أردوان يتهم واشنطن بالسعي بطعن تركيا غدرا يعني هو مرة أخرى يحاول أن يحمل الفشل خططه أو سياساته الاقتصادية لواشنطن وقبل ذلك كان يقول أنه سيبحث عن حلفاء جدد هل من حلفاء جدد لأردوان؟ نعم في أردوان يتكلم في كل المكان دلوقتي السبب الواشنطن نعم في الأزمة مع واشنطن وأسبب صغيرة لكن أسبب كثير في الداخل التركيا ليس الواشنطن ليه مثلا 2009-2010-2011 كان اقتصادية قويس حتى كان في أزمة في العالم لكن كان في تركيا لا يوجد أزمة قوية نعم نفس الشيء دلوقتي لكن أزمة قوية في الداخل تركيا لكن أردوان تلاعب مع الشعب تلاعب مع الشعب لماذا يتكلم ضد كل يوم في واشنطن وترامب بسبب تلاعب حتى في أبل الانتخابات في العمريكا أردوان ماذا يقول نحن نختار من ترامب ليس هلاري كلينتون وكيف دلوقتي هو ضد ترامب لكن لماذا واشنطن يضرب في تركيا مثلا في أسبب صغيرة تركيا دلوقتي يقرب روسيا وصين طبعا واشنطن مشعود تركيا يقرب سين وروسيا لكن أهم شيء عندنا أزمة ليس سبب واشنطن أزمة داخل في الأزمة اقتصادية السبب أكبر أردوان هو نفسه وبعض الوزراء وبعض الرجال الأعمال أسف أسف شديد في هنا الرشوة لكن حزب العدالة تنمية يقول نسبة الرشوة كثير دلوقتي حتى مثلا سيد أغلو وصلت في واحد الفكرة شكرا جزيلا لك سيد ترقوت أغلو المحلل السياسي التركي حدثنا مباشرة من لندن شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة